السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين اي رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بولات الكنافة بالمنجة وكمان هنعمل كنافة بالسوس الشوكولاتة طعمها طحفة جدا وشكلها خطير شايفين شكلها حلو ازاي طريقتها كمان سهلة جدا مش هتاخد معاك وقت خالص بولة زي دي عشان نجيبها دلوقتي بتبقى يعني بمبلغ وقدره احنا هنعملها في البيت بتكلفة قليلة جدا وكمان احنا في موسم المنجة فهتلاقي المنجة متوفرة معاك بجميع انواعها تقدر تختاري النوع اللي بتحبيه وتعملي بيها والكنافة كمان سعرها مناسب جدا ومش غالية خالص تقدر تجي بيها وتعمل الكمية اللي تناسبك احنا عاملين كمية قليلة بس انت تقدر تزوز الكمية حسب احتياجاتك شايفين شكلها حلو ازاي يلا بينا نشوف الطريقة هنحتاج كنافة بس تكون بقالها يوم في الفريزر يوم كامل علشان تبقى نشف معينا بعد كده هنفرومها فارما في الكبة بس سامحوني الكاميرا فاصل 8 مرتين في الفيديو ده بس ان ان شاء الله هوضح لكم الخطوات بالتفصيل احنا بعد ما هنفرومها في الكبة هنحطها في طوصة كبيرة او صنية وهنحط عليها نص كباية سمنة وهنفضل نقلب فيها لحد ما تبقى معينا باللون ده بعد كده هنبدأ نحضر الكريم شانتي اللي هنزين بيه هنحشي بيه كمان كنافة هنحط معلقتين كريم شانتي خام وهنحط عليهم معلقتين سكر بودر وهنقلبهم كويس جدا بعد كده هنحط كيس فانيليا بس انا قلتهم في حاجة اكبر عشان بقى اخدر احتي في الخفق وبعد كده محضرين كوباية لبن متلجة هنحط حب شوية بشوية هنخفقهم مع بعض كويس جدا لحد ما تشكل معانا كريما بس احنا هنضيف دلوقتي خطوة اختيارية ممكن تستغني عنها لو مش حبة لو عندك اي جبنة كريمي سادة بس اهم حاجة تكون طعمها سادة ما تكونش طعمة بنكهات هناخد منها معلقة هتعزز بس معانا طعم الكريم شانتي وهتخلي طعمه احلى بس الخطوة دي اختياري لو مش عندك جبنة كريمي سادة ما تقدريش تحطيها تبقى برضو معاك كريمة حلوة جدا هناخد بس منها معلقة وهنخفقها كويس مع الكريم شانتي هتفرق جدا معاك في الطعم شايفين شكل الكريمة كريمي جدا بجد طعمها تحفظ خلاص كده هي تقريبا جاهزة معانا مش هتاخد معاك وقت خالص وشايفين القوام بتاعها كريمي ازاي هو ده القوام اللي احنا عايزينه بعد كده مجاهزين معانا منجم قطع والكنافة اللي احنا حمرناها في السمنة الكنافة دي يا بنات بعد ما اتحمرت حطينا عليها حوالي ربع كباية شربات شربات الكنافة علشان يسكر شوية تعمل الكنافة هنحط طبقة من الكنافة في البولة اللي هنغرب فيها بعد كده هنحط طبقة من الكريم شانتي وهنحط طبقة من المنجا شايفين طريقتها سهلة ازاي ومخدتش معانا وقت خالص وتقدر تعمليها مش هتكلفك اي حاجة بالعكس دي ضغمها احلى كمان من الجهزة وبعد كده هنحط طبقة من الكنافة وهنحط طبقة تانية من الكريم شانتي هنساوي بس الكنافة الاول وبعد كده هنحط الطبقة التانية لو مش عندك السرنجة بتاعت الحلويات دي وبتاعت الكريم شانتي ممكن تحطي بقمع الحلويات ولو مش عندك القمع ممكن تحط الكريم شانتي في كيس تغذين بتاع الخضار وتخرميه من تحت وتبدأ يتشكلي به هيبقى معاك بنفس النتيجة دي اخر طبقة من الكريم شانتي هنحط طبقة من المنجة كمان بس هنساوي وش الكريم شانتي الاول تقدري ما تساويهوش برضو عايزي شايفيني الطريقة سهلة ازاي جربوها بجدة هتعجبوه جدا ان شاء الله الولاد كمان بيفرحوا جدا بالحاجات دي ياريت تقولولي رأيكم في الفيديو لو في اي حاجة فاتتكم مش فاهمينها او لو الفيديو بصلكم وفاهمت كل خطواته وتفاصيله لان في كمان جزء في الفيديو وبردو الكاميرا فصلت فيه شايفين كده اول بولا جاهزة معينا شايفين شكلها حلو ازاي والطبقة فيها بينا جدا وبجدة عمها طحفة هنبدأ نجهز البولا التانية احنا معينا علبة دانيت شوكولاتة ومع لقتين شوكولاتة نوتلا ممكن تستغني عنهم لو مش موجودين عندك ونستخدم السوس الشوكولاتة اللي بنستخدمه للكيكا اللي هو بيبقى باللبن والككاو الخام هيديكي برضو نفس النسيجة بس دي يعني طريقة اسرع هنجيب البولا وهنبدأ نرس اول طبقة من الكنافة هنحط كمان طبقة من الكريم شانتي وطبقة من الشوكولاتة انت كمان ممكن تعمليها بنفس الطريقة ممكن تعمليها في سنية صغيرة مش شرط تعمليها في بولات بعد كده هنحط طبقة كمان من الكنافة وهنحط عليها طبقة من الكريم شانتي والجزء بقى اللي فصل مني والكاميرا بتصور هو بعد ما حطينا طبقة الكريم شانتي حطينا قم قطعة منجة على طروف البولا من فوق وبعد كده السوس اللي تبقى من الشوكولاتة حطيناه في كيس تاخذين وخرى من اخر من صغير من تحت وبعد كده بدأنا نرش سوس الشوكولاتة على الكريم شانتي وعلى المنجة هيدينا الشكل اللي هنشوفه دلوقتي شايفين شكله حلو ازاي سمحوني على الفاصل اللي تقطع من الفيديو بس ان شاء الله تكون الطريقة وصلتكم ما تنسيش لو اول مرة تشوفي قناتي تشتركي فيها لطفق علي الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جيد بنزله ولو الطريقة عجبتك ياريت ما تبخليش علي باللايك عشان اللايك بيفرق معي جدا عن طريق اللايك بعرف ان الفيديو عجبكم ولا لأ فلايك كبير بقى الفيديو اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع صلاة اشتركوا في القناة